بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا نعم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا ولذلك كل كلمة من فمه صلى الله عليه وسلم مش بس بلسم للقروء لكن كمان نور للضروب كمان نور في الطريق بنسير عليه بخلي الإنسان يعرف ايه القيم الأساسية اللي لازم يعيش بيها وإيه المعاني اللي لازم يحافظ عليها وإيه الشر اللي لازم يبدع عنه حديثنا صلى الله عليه وسلم يفضل منارة ونور لنا وخاصة لو كان زي الحديث اللي عن التكلم عنه النهاردة حديث مهم وهو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان الحديث دا متفق عليه بس خلينا نقرأ مرة تانية وكأننا بنسمعه من فهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإنصحنا وهو يخف علينا فيقول لنا إياك أن تأتي واحدة من هذه السلاس وإياك أن تأتي هذه السلاس فيقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان أول حاجة بتيجي في قلبنا وفي عقلنا لما نسمع هذا الحديث هو أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخوفنا من المعاني التلاثة دولة اللي بينتهكوا تلاث قيم بينتهكوا قيمة الصدق إذا حدث كذب بينتهك قيمة الصدق وإذا وعد أخلف بينتهك قيمة الوفاء وإذا أتوا من أخان كمان حفظ الأمانة تلت قيم مركزية وأنا أعدت أسأل ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اختار فكرة المنافق واختار كمان هذه المعاني السلاسة السلبية اللي حذرنا منا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمها آية المنافق يعني إيه علامة المنافق وهنا إحنا مش معنا النفاق هنا النفاق الاعتقادي والعزب الله اللي بيخرج الإنسان من الملة أبداً مش هو ده المقصود إنما هنا هو نفاق بمعنى إن الشخص اللي بيفعل هذه الأشياء وكأنه بيتشبه بصفات المنافقين طب يعني إيه الصفات المنافقين ثلاثة بس لا فيه صفات كتيرة بس الصفات الثلاثة دولة خطر جداً على المجتمع وخطر جداً على الحياة خطر جداً على كل ما يتعلق بسلامة الإنسان تخيل إن إنسان يكون حاسس إن فيه حد عنده الثلاث قيم دول أو عنده الثلاث معاني دولة السلبية دول عايش في أمان إزاي لما حاسس اللي خلف ظهره ممكن يكذب عليه والزوجة لما تكون عايشة مع حد عارفة إن كل وعوده وعود تمسيح عامل زي دموع التمسيح يعني وعود كاذبة ما بتتنفس أو إن هي عايشة مع حد هو إيه اللي حاصل طول الوقت بيخون لا 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 ما فيش أمان كده عارفين التلاثة دولة هو دولة اللي لو تمكنوا من مجتمع حاضر النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقدم لنا حاجات كده محذير حاضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أو التلاثة حاجات دولة لما بيكتروا في بيت أو بيكتروا في مجتمع أو بيكتروا في عمل التلاثة دولة يهدوا أي بيت يهدوا أي مجتمع ونزلك الحديث ده من أكتر الأحاديث اللي احنا لازم نوقف عندها كتير في أحاديث كتير جات وقالت إن علامات المنافق أربعة فإذا التقييد هنا وكأن دي أهم ثلاثة علامات من المنافق وفي حديث داني جات وقالت إن هو علاماته خمسة يبقى إيه اللي حاصل يبقى التلاثة دولة مش على سبيل الحصر ده على سبيل الأهمية في حاجة اسمها سبيل الأهمية دي لأهم ثلاثة صفات في المنافق لابد إن احنا نتجنبها ولذلك سيدنا الإمام الحافظ بن حجر يقول في الكلام ده إن سبب الحصر في التلاثة ده إن أصل الديانة منحصر في ثلاثة أمور القول فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إن نحن نخل بنا وعلمنا إن نحن نخل بنا من كلامنا وإيه اللي حاصل وأنا نقول إلا الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر وبعدين الفعل يبقى أول حاجة إذا حدث كذب أدل قوله وإذا إيه بعد كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث كذب إيه اللي حاصل حضرت النبي يكلمنا عن الفعل فنهانا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ما نخنش ولذلك لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وإن اللي حاصل وأنتم تعلمون يبقى إلا حاصل يبقى لازم نفهم كده يبقى إيزا لازم نفهم إن الخيانة كمان بتدخل في الفعل تبقى إيه تبقى النية زي محافظة ابن حجر بيقول فقال لنا خلي بالكم من نيتكم وضرب لنا مثال بخلف الوعد والخداع لأن المنافقين يخوادعون الله وهو خادعهم يبقى الثلاث حاجات دولة وكأنهم مركز الفساد الاجتماعي نحن هزين نقرأ الحديث ده بهذه الطريقة إيه مركز الفساد الاجتماعي ثلاث حاجات يبقى مسلس الفساد الاجتماعي بيتكون من ثلاث صفات الكذب أيوة إيه تاني تاني حاجة الغدر تالت حاجة كمان زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عدم الوفاء إيه بأي زن عدم الوفاء وكمان الغدر في الخيانة وكمان الكذب لما نحط كده حاجة تجمع التلاتة مع بعض دولة هو إيه اللي هو معنى بيقترب من فقدان الثقة والأمان أنا هنا في مقابلة المنافق مش بيبقى في مقابلة المنافق يبقى في مقابلة المنافق قال له في مقابلة المنافق المؤمن والمؤمن ومن أمناه الناس التلات صفات دولة بيضيعوا الأمان ولذلك الزوجة حاجات كده نعرفها احنا في الحياة الزوجية الزوجة لما زوجة يكون بيجذب عليها من غير ما تدري هي بتقول ان هو بيخونها طب ليه لان هي ما عندهاش شيء يمنع الشخص الكذاب من انه يخون ولازم نفهم ده ليه لان الكذب يخلي الانسان لا يشعر بالأمان ونزاك حدث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايسرق المؤمن اه يسرق لكن وعددوله من المعاصي لغاية ما ايه ايكون المؤمن كذابا قال لا ليه لان المؤمن الذي أمنه الناس فالمؤمن هو المؤمن للناس فازاي بقى هو السبب امان الناس ويكون كذاب والكذب هو الذي يمحق ويسحق الامان الكذب يسحق الامان ليه لو واحد كذاب ازاي هتكون معاه في امان وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة يهدي الى ماذا يهدي الى الجنة ثم تكلم على ان الكذب يهدي الى الفجور ايه ده والفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب لغاية امتى حتى يكتب عند الله كذاب ينهر بيض طب وده معناه ايه ازاي احس بامان مع حد كذاب مش هقدر احس بالامان مع حد كذاب ولزاك المؤمن اللي بيكون وجوده امان للناس مش ممكن يكون كذاب وعشان كده الصفات البقى هتكون كلها وحشة بس الكذب اصل كل خطيئة رأس كل خطيئة كذب اصل كل خطيئة الحياة التانية بقى يبقى عندنا هو يبقى ده مسلس ايه مسلس هدم المجتمعات اسمه مسلس ابتلاع الامان السقب الاسود للامان اللي هو ايه الكذب عدم الوفاء الغدر يا الله تلت حاجات الحاجات التانية بعد الكذب ان الواحد يخلف الوعد ودي من اكثر الحاجات اللي بتزعج الناس وتخليهم تحسوا انه هو خلاص وكأنه ايه اللي حاصل تخيل كده واحد بنى حياته على ان فلان عيساعده في حاجة معينة وخلاص والشخص ده تأكد له الوعد ده وقال له ما تخافش وأكد له انه مش هيتأخر عليه فإن اللي حاصل فتأخر عليه ففاتت عليه الفرصة أو انه هو وعده بوعد وخلاه يحس ان الدنيا فيها امان آه بيحصل كتير ده بقى انه ويوعده بالوعد وإن اللي يحصل فيحس ان فلان سنده وضهره ومعاه وبعدين اللي حاصل فص ملح وداب زي ما بيقوله كده فيحس الواحد ان ايه انه وكأنه واحد ساقط من فوق شاهق فيحس ان هو ايه ده ايه اللي بيحصل ده طب انت ما كنتش محتاج ان انت تعمل ده انت ليه وعدتني وبعدين اخلفتني ولذلك الله سبحانه وتعالى لما مدح بعض المؤمنين قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق في الوعد وعشان كده الكلام هنا على الوعد بالخير مش الوعد بالشر الوعد بالشر اصلا ما تنفذوش ده بالعكس من حسن الاخلاق ان انت ما تنفذوش ومن كرام الاخلاق ان انت توفي بالوعود وذلك الله سبحانه وتعالى قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا لدرجة ان بعض العلماء تبرل من اخرف الوعد فقد ارتكب معصية وحراما وخاصة لو وقع بناء على الخلف بالوعد ده ايه ازع على صاحب الايه على الشخص اللي وعده يبقى اذا لازم ننتبه الى ان الوفاء قيمة مركزية في الحياة على فكرة الاخلال بالوفاء وعدم الوفاء ده من اهم الاشياء اللي بتفسد الثقة وتفقد الانسان الثقة واحنا عندنا ناش عايشين حياتنا دلوقتي فقدين الثقة في الدين وفقدين الثقة في الحياة بسبب خلف الوع وعشان كده لابد ان احنا ننتبه الحياة الثالثة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها هي اخيانة الامانة والغد وحضرته صلى الله عليه وسلم بيجي يقول للناس دايما الصفات اللي لازم نبتعد عنها ولذلك يجي يجمع الصفاتين دول ويتبع عليهم العقوبة الشديدة فيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمانا لمن لا امانة له ولا دينا لمن لا عهد له علشان كده لازم نكون فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا عن صفات المؤمنين لازم نعرف ان صفات المؤمنين دي لازم يكون فيها ايه الكلام عن الامانة والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فالمؤمن من صفاته حفظ الامان سواء كانت الامانة مادية او كانت معنوية وعشان كده لازم الناس تحافظ على امانها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى يقول ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك وعشان كده ايه اللي يحصل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يعني ايه اللي حاصل محدش فرط في الامانة اذا الامانة لازم الانسان يؤديها حتى لو كان لشخص هو خانه يعني مفيش مبير مبرر للخيانة وعشان كده تعالوا نشوف احنا ممكن نعمل ايه عشان نعيش في جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيكلمنا في هذا الحديث احنا قلنا ان المسلس ده تاسمه مسلس ايه مسلس عدم المجتمعات ومسلس فقد الامان ازاي نجدد الامان مع الناس اول حاجة لا تعد الا بما تستطيع ان تنفزه واعرف ان انت لو وعدت بشيء مش هتستطيع تنفيزه ليس هذا من الشهامة لا الشهامة ان تعد بما تنفزه ان تعد بما تستطيع ان تنفزه وعشان كده حتى في البيع قال له لا تبع ما ليس عندك يعني مش هتستطيع تتسلمه يبقى انت لا تعد بشيء لا تستطيع ان تنفزه لان ازا وعدت بشيء وقلت ان شاء الله رب لا ايه هتعمل كده ده مش قضي ده منش من سمات الشخصية متزنة وكان الشخص المتزن هو اللي فيه التلات صفات العكس ده الشخص المتزن هو الصادق الوفي الامين هو ده الشخص المتزن وعشان كده لا تعد الا بما تستطيع ان تنفزه ادي واحد حاجة التانية الاجراءة التانية المهمة اللي انت تعمله ان انت تضع نفسك كل يوم على الميزان ادي ايه كل يوم في نهاية قبل عند المغرب وقبل النوم انت ادي ايه كنت صادق ادي ايه كنت وفي ادي ايه كنت امين ولازم كل يوم تتوب من ده عشان قلبك يحصل له جلاء طب واذا حصل اي شيء من ده لابد ان تتخلص من هذه الذنوب لابد ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وان كان ترتب على ده حقوق للناس ردها للناس ويوعى تنام وانت عندك واحدة من الصفات التلاتة دول الحاجة الحاجة التالتة اللي احنا لازم نعملها ان احنا بكافة الصور لا نسمح لأحد يغدر بنا وانذلك لابد ان كل امور حياتنا تكون واضحة اتفاقاتنا تكون واضحة واهم حاجة في حياتنا هو الاجراء الرابع اللي انا بقول لكم كل حياتكم تبقى راضحة اهم حاجة لا تبني حياتك على الوعود ايه هو تبني حياتك على الوعود وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل تكون انت في قلبك رسوخ في النفس ولا تتأثر باي حد يغدر بيك لان الذي يغدر هو يغدر بنفسه ولا يغدر بك حاول تستثمر صلابة نفسك وتؤكد ذاتك ان الشخص اللي خان هو خان نفسه وازى نفسه وافضل دايما مستقر على اخلاقك ولا تخل من خانك وادى الامانة لمن اتمنك وعيش سليم القلب وعيش في صمود وعيش في انوار الاخلاق والقيم تعيش دائما في مدد الله وفي امن الله يا رب اجعلنا دائما من اهل المدد ومن اهل الخير ومن اهل السند يا رب العالمين ولا تكتب علينا ابدا سواد ولا سوء من افعال اهل المعاصي ولا اهل الذنوب وجنبنا يا رب المكارهة ما ظهر منه ومن بطن اشتركوا في القناة